لنا محتاجين البركة الله مبارك لنا في أولادنا وفي أرزقنا وفي صحتنا أول حاجة بتخلي البيت مليان بركة خدوا الكل كلام ده مهم أو غالي أول حاجة بتمنى البيت بركة قراءة القرآن اقرأوا هذا القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه ثم قال صلى الله عليه وسلم في الشفيعان البيت يا جماعة اللي بتقري فيه قرآن ده بيت فيه بركة وفيه خير تكثر فيه البركة بيت تسكنه الملائكة بتطرد منه الشياطين لكن الناس قاعدة من فيلم الفيلم ومن مسلسل لمسلسل ومن تكشو لتكشو وما حدش فتح المصحف ولا حد أرى صفحة أو اتنين ما نورش عين وبنور القرآن ما نورش قلب وبنور القرآن وخدوا بالكم ربنا علينا في القرآن إن الذين يتلون كتاب الله وعقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ما لش إن الذين يحفظون لا إن الذين يتلون فكأن المطلوبنا المسلم هو التلاوة أن تتلو في كتاب الله سبحانه وتعالى قال لنا دي إيه تجارة لن تبور يعني ثوابها عظيم جدا عايزي البركة املى بيتك أنت وزوجتك وولدك أعودوا كده قبل ما تنام لازم تنور عينك بنور القرآن أنت منسيش تاكل منسيش تشرب منسيش تتفرج على التليفزيون أنت قبل ما تنام لازم تتوضى وبعد كده طبعا تمسك المصحف وتقرأ فيه آخر حاجة تعملها أنك تقرأ في كتاب ربنا وتستغفر ربنا سبحانه وتعالى شوفوا سيدنا النبي صلى الله وسلم قد دينا حديث جميل أو يا جماعة عايزي أؤذر حضراتكم قال فيه عليه الصلاة والسلام من توضأ للنوم اللي توضأ للنوم يا ترى الثوابه عند ربنا سبحانه وتعالى من توضأ للنوم بات بين دثاره ملاك يستغفر له حتى الصباح يعني بين الدثار يعني بين اللحم والثوب ملاك بيستغفر لك ربنا ويضع هذا في ميزان حسناتك ويضع هذا في ميزان حسناتك عند ربنا سبحانه وتعالى فتحصل على ثواب عظيم إنك قرأت في القرآن العظيم مهم جدا كمان إن احنا نتقى ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يا بارك لنا التقوى والإيمان بالله إنك دائما وأبدا تؤمن أن كل شيء في هذا الكون بيد الله سبحانه وتعالى عايز كمان ربنا يا بارك لك في بيتك ابدأ أي حاجة ببسم الله الرحمن الرحيم عليك بالبسملة طبعا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كل شيء لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر أبطر يعني إيه يا جماعة يعني منزوع البركة تأكل وقل بسم الله الرحمن الرحيم تخش بيتك وقل بسم الله الرحمن الرحيم دائما وأبدا ابدأ ببسم الله الرحمن الرحيم مهم أول عشان ربنا يكرمنا الاجتماع على الطعام إن احنا ما نيجي نأكل كده قال عليه الصلاة والسلام اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم لكن بتلاقي دلوقتي الولد خطبة وقعد في الكمبيوتر والبنت قعدة قدام التلفزيون والأم قعدة في حتة والزوج قعد في حتة اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله علي يبارك الله سبحانه وتعالى لكم مهم أول كمان آخر حاجة حقولها إن احنا لازم نتحرى الحلال عايز ربنا يبريك لك أطعم أولادك من الحلال عايز ربنا يكرمك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أطب مطعمك تكن مستجابة دعوة عايز ربنا يبريك لك ويستجيب دعاءك ومن لك البيت بركة وخير أطب مطعمك لا تملأ بطنك ولا بطن أولادك إلا من الحلال الذي يرضي الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا للبر والتقوى اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب اللهم استرنا ولا تفضحنا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وخذل عنا ولا تخذلنا واسترنا يا الله واستر أولادنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك يا رب العالمين اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم أمن مصر وشعبها يا رب العالمين اللهم احفظ لمصرنا الغالية أمنها واحفظ لمصر جيشها واحفظ لمصر شرطتها واحفظ المصريين جميعا بحفظك يا رب العالمين إنك على ما تشاء قدير يا رب العالمين أختم بقول الإمام الشافعي رحمه الله تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود وعلى الحبيب محمد صلواته مناح قمري وأورق عود شكر الله لكم أيها الحبة نلتقي على خير في الحلقة القادمة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته